موسيقى تزامنا مع الزيارة التي يجريها وزير خارجية البحرين إلى المملكة المتحدة أطلق ناشطون جملة من الفعاليات اعتراضا على هذه الزيارة من بينها اعتصام أمام مقر وزارة الخارجية البريطانية حيث عبر المحتجون عن غضبهم على استقبال خالد الخليفة مطالبين بمقاضاته باعتباره أحد رموز العائلة الحاكمة في البحرين اجتماع وزير خارجية نظام الخليفة مع الحكومة البريطانية هنا في وزارة الخارجية يمثل استمرار دعم واحتضان من الحكومة البريطانية لديكتاتورية واستبداد دموي في البحرين خصوصا ونحن نتكلم هذه الأيام عن إضراب عن الطعام للمعتقلين والمحكومين بالإعدام وآلاف المعتقلين واستمرار هذا القمع منذ أكثر من ثمان سنوات إلى شعب البحرين السلمي كذلك عقد الناشطون ندوة داخل البرلمان البريطاني بمشاركة عدد من المنظمات الحقوقية صلت فيها الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان وقمع الحريات في البحرين نقش المتحدثون تصاعد القمع وخاصة قمع الناشطات التي يعانين من سوء المعاملة في المعتقلات الخليفية المتحدثون أدان الدعم البريطاني للسلطات الحاكمة في البحرين معتبرين أن هذا الدعم يجعل المملكة المتحدة متواطئة في ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين ماهر أباس الخباز، حسين موسى، ومحمد رمضان موسيقى 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 موسيقى